اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين خليني أرحب بدوفي في هذه الفقرة كريم سعيد زكا كريم برجة باسلام باركي مرحمة الله كله تمام أيضاً أحمد سبب ايش هتكلم يا عزيز تتحك ليه تتحك ليه مش فاهم أنا بدأت بكريم ما عايزي مبسوط عشان عليه 100 جنيه مبسوط قوي طب ما تقولينا المسابع الهو مقولها للجمهور مس الجمهور بえっمع نجيزي عشد طلاف جنيه بقى ملا صاف لهم اللي هتفحها هو م subjected لها هتفحها أنك كنت عملوا مسابقة أنت عملوا مسابقة برة اه ايه بقى مين أكتر نادي في العالم عنده لعيبة في كاس العالم هتشارك في كاس العالم مين أكتر نادي في العالم عنده لعيبة في كاس العالم الديني ثلاثة اختيارات ريال مدريد ايو madness باريسهما جيرمان ايوة بايران ميونيخ بريال مادريد وباريس سان جيرمين وبايران ميونيخ طب منيست يجاوبين في الكومنتز في الحلقة جاوبولنا يا جمعة طب احنا الهاشتاج والتعيز مقدم نحمد سيبط لا ما فيش حاجة اسمها كده ما ينفعش يعني لانه طبعا نازل بقى فيها لها الشروط معينة لكن طبعا نسمع برضه رأيه جمهورين الألي في هذا الأمر لكن الحقيقة قبل بس ما أبدأ في أي حاجة وقبل ما نتكلم عن أي حاجة ايه رأيكم في ما حدث اليوم في منتخب الشباب وانا قلت للشباب انا والله العظيم تلاتة مقاريت ولا كنت عارض ولكن انا قلت ايه في الانترو قلت له ما جماعة انا اكيد مليون في المية هيبقى فيه خبر نازل دلوقتي انه تسريح اللاعبين طب واقالة المدير الفاني فالحقيقة الشباب اجتهد في الدقيقتين الخمس ست ده بتوع الفاصل ولو قالوا لي فعلا فيه خبر بالشكل ده فهتولنا الخبر الشباب اهو ده من اخبار اليوم الزميل اشرف عبد المنعم قايل تسريح منتخب الشباب القرار المنتظر من اتحاد كرة القدم كشف مصدر اتحاد كرة القدم مصير منتخب الشباب عقب كأس الامم والخروج منها المصدر الانتحاد كرة سيقوم بتسريح منتخب الشباب وتقديم الشكر لللاعبين والجهاز الفني وخاصة ان المنتخب لن يكون مرتبط باي مسابقات اخرى الحمد لله ورينا اللي بعده اهو ده هو هو حاجة تانية فشلا في التأهل لامم افريقيا اتحاد الكرة يستقر على تسريح منتخب الشباب وتوجيه الشكر لجهازه الفني طبيعي يلا فخبرين سراع جدا انا مكنتش عرف ان هما نزلوا لكن طبعا نزلوا احنا نهار دا كانت تسالة الفراجنا عن مصدر مغرب وبصراحة واضح جدا جدا فرق المستوى اوكي حالي قد تعالى مباراكم النتيجة مش كبيرة وقرية بس كل بتفرج عن المباراة حاسس ان فيه فجوة فيه المستوى سمعت يعني في التعليق المباراة وكده بنتكلم على الفرقات البدنية بصراحة بقى دي مبررات بصراحة مع كامل احترام يعني كابتن امام كمان قال لي كلمة كويسة جد قال لي ان فيه المنتخب دا لاعب تقريبا المنتخبات دي تاني في شهر مارس وكسبناها ولاعب المنتخبات دي في اغسطس او في المطورة العربية يعني وكادش الامور جيدة بالضبط وبالتالي اكيد انت فاهم الناس دي يعني انا فوجة نظر فوجة نظر شخصية يعني الاجيال الصغيرة مهم جدا جدا ان انت بتختار اللعيبة او قوام المنتخبات دي يجب ان الفرز يبقى افضل من كده كل امان النهاردة شفنا يعني بعض المستويات طبعا انا بصراحة رغم الهزيمة اسني للغاية اسني للغاية على عمر ساب يعني ربما هو فعلا نجم الفرير اول وعمر خدر برضو بصراحة وعمر خدر وعمر برضو ساب معه الايمانة كان ظاهر لا عمر هايل ممتاز طول الى ثلاث مباراة اه عائب ممتاز بصراحة انما بصراحة بقيت المنتخب طبعا في كل احوال دي الرياضة وهارد لك كل حاجة بس احنا بنتكلم للصالح العام عشان بس الناس فاهمة يعني ايه فريق خص بتو ما تأهلش وهيتسرح ده معنى ايه كل ابناء الجيل ده شكرا انتهى موضوع شكرا للأسف اكيد يتعدى عدد اللاعبين بالمئات وممكن نصل للالاف في الفئة العمراء دي فايه الدرس اللي اتمنى لمنتخبات الشباب والناشئين فعلا يجب ان البداية الاختيارات تبقى بعيدة عن الصحوبية بعيدة عن المجاملات بعيدة عن الاصدقاء بعيدة عن حاجات كتيرة ان ده جيل صح جيل كامل بصراح المغرب كل امانة دولة تقيقة وفي الحتة دي هما شطار دايما 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 بنشوف منتخبات يعني 16 17 28 قبل المنتخب الاول بنلاقيهم مميزين جدا طبعا اكيد المنتخبات افريقية برضو اسماء بيقى فيها جبا بس احنا مهمة جدا ان احنا نفهم ان ممكن قرار اداري التاخد بشكل مستليم يضيع جيل كامل ويضيع فرص كاملة وبصراحة النهاردة في المباراة شفنا مستويات داخل الملعب لا ترتقي بكل امانة لي ان اللاعبين يعني يمثلهم منتخب مصر مش بنتكلم على نادي او بنتكلم على الاكاديمية او بنتكلم على ناق يعني مثلا مثلا ساعات بتحصل تدخلات عشان لاعب يلعب من 18 يلعب فريق اول تا ممكن في الانداة وفي الاكاديميات ان المنتخب مصر يبقى ده بصراحة المستوالحة شفناه اعتقد كان صعبا فضل يا سيد كفاية بصراحة مجاملات بصراحة اخفقات كتير 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 مفيش تخطيط فين الموديل الفني بتاع التحاد الكورة اللي هو بيخطط مفيش تخطيط مفيش اي حاجة يعني انت لو بصت كده من اول 2022 يوم 6 فبراير بحب اتكلم بالتواريخ يوم 6 فبراير 2022 خصارة نهائي كاس الأم الأفريقية لمنتخب مصر الاول يوم 25 مارس 2022 منتخب مصر فشل في الصعود لكاس العالم قدام السنغال 7 اغسطس 2022 يعني ده المنتخب الاول 7 اغسطس 2022 خصارة نهائي البطولة العربية الموليد 2003 اللي هو المنتخب الشباب 2 سبتمبر 2022 خصارة منتخب الناشئين 2006 خرجوا المنتخب ده من ربع نهائي البطولة العربية صحيح 16 نوفمبر اللي هو النهاردة منتخب الشباب اللي هو 2006 فشل فيه الوصول لكاس الأمم الأفريقية وفشل فيه الوصول لكاس العالم يعني يا جماعة بنخسر من ليبيا هو فيه يعني ليبيا طبعا كامل الاحترام ليبيا ولكن لا فنيا 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 أقل مننا فنيا أقل مننا بنخسر منها اتنين واحد بنخسر من المغرب انت فشلت على المنتخب الأول على منتخب الناشئين على منتخب الشباب اتحاد الكورة يتحمل المسئولية في الاختيارات تخبط كبير جدا تخبط كبير وعلى مدار السنة ده كمان غير موضوع اخفاية الجواب اللي ما فيش حد لسه لقيت دلوقتي يحقق فيه ولا شفنا نتيجة التحية ولا ايه يعني ما شفناش حاجة يعني حتى النادي الأهل الحاجة الوحيدة اللي ماشية صح واللي احنا لسه هنتكلم وجايبين له رقم ان هو رقم ده 34 على العالم بيتم كمان ان ما فيش حد بيساعده يعني ده في وسط الكلام يعني لكن انت بص على المنتخبات ما فيش تخطيط يا كابتل اسلام أنا بقالي تلات سنين مهتم بقطعات الناشئين او بتابع قطعات الناشئين لما انزلت شفت لقيت فيه مدربين كويسين يعني فيه مدربين كويسين ممكن انت تطلع منهم من الاهل واحد من الزمالك واحد من انبي واحد من المقاولين واحد وتشوف وتقعد معهم وتشوف مشاريعهم تعالى المدرب ده مشروعه ايه لكن انت بتعين المدربين على اساس ايه المدرب ده بيضيع جيل كامل انت 2006 دول خلاص لك فيه كاس امم ولا فيه كاس عالم كل واحد فيهم كان نفسه طبعا انه يعني ان شاء الله رب نيوفقهم مع عندياتهم ممكن يكملوا ان شاء الله لما يعملوا نتمنى ان يبقى فيه لسه جيل هيتعمل 2005 اللي هو حيلعب الأولمبيات نتمنى بقى ان يتم الاختيار صحة مرة يعني يختاروا مدرب كويس يختاروا حد كويس يختاروا جهاز فني بعيد عن المجاملات كفاية مجاملات يا جماعة برضو منتخب 2003 مع كابتن محمود جابر محتاجت عادة نظر في بعض الحاجات انت خسران بطولة عربية محتاجت بعض اللعيبة بس هتلعب بطولة على العرضك ودي هتبقى كارسة لو مصر ما وصلتش نهاية وما خدتهاش احنا عندنا اطولة 2003 في شهر فبراير على ملعبنا عيب ان مصر ما تاخدش البطولة دي او ما توصلش نهائي احنا في نص النهائي الاربع فرق هيوصله كاسعالم لازم امتحاد الكوري يخلي بالهم من ده منتخب الولمبي كسبان فريق اسواتيني واحد سفر بالعافية مع المدرب البرازيلي الجديد اسواتيني اللي هي اصلا مش موجودة على الخريطة اساسا كسبانها واحد سفر بالعافية سواتيني خطر يا ضي فرق كبير جدا انت بتتكلم في واحد سفر يا جماعة لازم الناس بصراحة لازم الناس تعيد النظر في اختيارات المدربين في اختيارات ان احنا لازم يكون عندنا كوادر تدريبية مين اللي بيعلم المدربين دي مين اللي بيزبط معهم الخطة فين التخطيط بتاع الناس دي النهاردة برضو اللعيبة المحترفة الموجودة برا مصر مفروض ان انا اتواصل معهم اشوف احاول ابحث عن اللعيبة اللي بتلعب برا اللي عندهم جنسيتين واللعيبة اللي برا مصر سواء محترف في اسبانيا محترف في ألمانيا محترف احاول ان انا دور وابحث واستكشف لعيبة في الجيل ده الجيل ده انا كنت شايف فيه لعيبة كويسة جدا يعني عندنا في النادي الاهلي الحارس عمر كامل انا مش عايف كابتن محمد وهبة النهاردة عمر سيد معوض وعمر خدر احسن اتنين في الفرقة ما بدأوش النهاردة مش عايف ايه السبب ان هو ايه سبب التغييرات الكتير اللي حصلت ابراهيم عادل مرة تلاقيه باكرايت مرة تلاقيه خط نص مش عارف احمد عبدين اول ما هو احسن مساك في مصر في الفين وستة اول ماتش ما كانش موجود فجأة حطه ليه التخبط اللي موجود واللي حصل ده وليه يعني لازم المراجعة احنا دورنا هنا جماعة احنا بنتكلم بالاركام بناحترم كل الناس لازم الناس يكون فيه تخطيط ان احنا دورنا ان المنتخب الولمبي ده يوصل الولمبيات بإذن الله اللي هو موليد 2001 لازم اتحاد الكورة يخلي باله ان احنا لازم 2001 ده ان شاء الله يوصل الولمبيات وبطولة موليد 2003 اللي هو منتخب الشباب اللي هي مقامة على مصر في شهر فبراير حيكون من العيب ان مصر ما توصلش على الأقل النهائي فده لازم رسائل كده لاتحاد الكورة يرجعوا نفسهم في النهو النادي الاهلي في المركز 34 عالمية النادي الاهلي الحاجة الوحيدة اللي في الرياضة المصرية وفي الكورة المصرية اللي دايما بتشارها في مصر بصراحة النادي الاهلي ده طبعا موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ايه لو نستعرضها على الشاشة ده التصنيف الجديد في شهر نوفمبر 2022 فيلمينجو طبعا أخذ بطولة امريكا الجنوبية فتصدر القايمة بقى الاول على عالم فيلمينجو البرازيلي اه التاني ليفربول التالب بالمراس النادي الاهلي بيحتل المكان الكام بيحتل الارباء قدامنا على الشاشة من 1 نوفمبر 2021 ل31 أكتوبر 2022 يعني منه لغاية 1 نوفمبر السنة دي فيلمينجو بيتصدر القائمة النادي الاهلي في المركز الارباء وثلاثين على العالم والأول أفريقيا والأول عربيا النادي الاهلي المصري تمام الاهلي متفوق على اليوفينتوس متفوق على الميلان متفوق على ريفر بليت متفوق على فنار بخشة متفوق على منشستر يونيتت في الترتيب اللي بيجي بعد النادي الاهلي في أفريقيا نادي الوداد المغربي بعد ما أخذ دورة أبطال أفريقيا بقى في المكان في الاتنين وستين على العالم نادي الزمالك ده اللي قدامنا بالنسبة للأندية المصرية العرب نادي للنادي الاهلي نادي الزمالك طبعا بمسافة الستة وتسعين على العالم نادي الزمالك وشباب بلوزداد برضو سابق ساندونز التمانية وتسعين على العالم الزمالك الستة وتسعين ساندونز التمانية وتسعين فده الموقع اللي هو التاريخي الموقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء هو اللي مصنف النادي الاهلي في الشهر ده في المركز الاربعة وتلاتين على العالم طيب كلام جميل جدا وحاجة محترمة جدا برضو دايما ما بنجي نتكلم بنتكلم على نص كباة المليان لا ننظر كثيرا لما يقال ولما يحدث حوالينا لكن ميزانية تلاتة مليار وشوية أعتقد أنها ميزانية ضخمة بتدل فيها مكسب مكسب حتى مادي 150 أو 140 147 148 مليون وبالتالي نجاح كبير لمجلس إدارة النجل دايما دايما ده وجهة نظر دايما بشوف أن محاسبة أي مجلس إدارة بناء على البرنامج اللي قدمه في الانتخابات اللي هو ترشح لها وإنك تبدأ التحاسب على 4 سنين يعني حققت قد إيه من الوعود أو من الأفكار اللي انت قدمتها في البرنامج الانتخابي لك وجهة نظري النهاردة بعيدا عن طبعا بعض الأمور الأضايا اللي تقفر عي نعم خليباك نهار دخل الإسلام في الرياضة يعني كل يعني مثلا مثلا مباريات بينها لحد ما الناس عشوية ميديا بيحللوه بديئة يعني حتى بتمسك اللعيب والنزمان لحل اللعيب بالتسعين دقيقة صح دلوقتي بيتحللوه بـ 45 بعدي بعدها بيتحلوه يعني لعبة بديئة لعبة بعيدا عن هذا الأسلوب طبعا أسلوب غير محترف أكيد أنا بشوف أن مجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة حقق نسبة كبيرة جدا 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 من البرنامج الانتخابي اللي تم وضعه في الانتخابات الأخيرة وصولا طبعا خلاص إحنا على بعض أيام قليلة من افتتاح الفرع الرابع في التجمع الخامس وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله هيخدم عدد كبير من الأعضاء ويبقى ده بيضاف لي يعني الفروع التلاتة الأسسية اللي برضو حصل فيهم تطور شديد جدا أنا مسألنا كعود جميع معتدنا بروح الجزيرة الجزيرة مختلف تماما قبل كده فرع الشيخ زايد فعلا أكثر من رؤى فرع مديد نصر اللي بتضرب فيه أكثر من رؤى فكانا فيه تطورات جدا فيه الناحية بينها الرياضة الكورة بقول لهو بكل صراح كان عندنا مشكل يا أخي الساتين كان فيه بعض المشاكل تم الدراسة بتاعتها وتم التحليل وتم وضع خطة للتصحيح والحمد لله الفريق حاليا في الوقت الحالي ماشي بشكل كويس وربما يكون هو ده يعني الملف الأكبر اللي محبي النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بيحب أنه قيم فيه ولكن شيء مهم جدا أنه نعطي كل زي حق حق النادي الأهلي النهارده ميزانيته بتوصل 3 مليار جيني ده فوجة نظري رقم ربما ربما يوازي بعض ميزانيات الدول الصغيرة صغيرة يعني 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 في العالم كده يقول لك تقولون الميزانيته كامل يعني شبه ميزانيته للأهلي فالنهارده وده كمان فوجة نظري عشان أختم إجابتي في الحتة دي دليل ليه أنه دي الأهلي رعايته مختلفة فيه حاجات كتير ده معاشر ونبي الكلمتين دول الجرار والبتاع بتتخلي الناس طيب معنا من هولندا الحقيقة كابتن كريم السعيدي نجم منتخب تونس بطل أمم إفريقيا 2004 ولعب في نورد الهولندي السابق كريم السعيدي واحد من نجوم الكرة التونسية المتوج بكأس الأمم الإفريقية 2004 ورحلة احترافية طويلة مع الكرة الأوروبية في دوريات هولندا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا كابتن كريم أهلا بيك طبعا على شاشة قناتنا للأهل أهلا بيكم شكرا على السعارة وشكرا على المقدمة البحثة جديدة شكرا تمام كابتن كريم بالذيوب بتاعك طبعا أهلا بيك أهلا بيك أنت طبعا متابع لمنتخب مصر وإن شاء الله على اللعب منتخب بلجيكا يوم الجمعة في مباراة ده استعدادا لكأس العالم في قطر خبرتك مع الكرة البلجيكية كبيرة كيف ترى هذه المباراة والله بسم الله كانت لي يعني قرون نحن نتجرب كويسة مع نادي بيرسا كان الرئيس النادي السيد سامي ماجد ماجد سامي ماجد سامي سوري كانت عمي تجربة 3 سنين هناك لعبت مع كتير اللعبين مطريين محترمين حتى حسين غالي صديقي كانت معاها تجربة في فاينارد وكمان بعد الإسلامة متاعه رجع لعب معايا في ليرسا كمان سنة مع ليرسا من زي الليبر بتاع فاينارد بس يعني فريق كويس محترم عنده استراتيجية مع السيد عيج الثاني يصبر اللعيب على الأوروبا معلش الدولة الهولندي الدولة البلجيكية بس زي دولة دولة البلجيكية يعني يعني يقولون نحن متقرنوش زي الدولة البلجيكية ولا حتى الدولة المصري ممكن الدولة المصري أكثر شرعة أكثر لياقة بدنية بس زي دولة البلجيكية يعني الوان توان يعني كانت نحن لكن هو كمنتخب بلجيكية يعني انت شايف انه طبعا عندهم لعيبة كبار محترفين في أكبر الدوريات في أوروبا يعني الدولة الإنجليزية الدولة الأسبانية الدولة الإيطالية كل اللاعبين شايف المنتخب البلجيكي فيه مباراته أمام المنتخب المصري إزاي خصوصا بعد التصريح المدير الفني للمنتخب البلجيكي وقال روبيرتو مارتينيز قال ان هذه المباراة خير إعداد لكاس العالم طبعا لو تشوف المنتخب البلجيكي يعني بدأ له عشر سنين بحضر المعادية بعد الكاس العالم لروسيا يعني ممكن أول منتخب يعني كان مع نفس المدرب هو بجاء مارتينيز في ما فيش تغييرات حتى في المشموعة طبعا انت قلت حضرتك يعني في اللاعبين كبار يلعبوا في الدولة الأوروبي بش في اللاعبين يعني حاليا يلعبوش بالتبرار يعني زي الهزار اللي كان في تشلسي مش هزار اللي هو ريال مدريد مزبوط ريال مدريد يعني سحيح يعني يتغير 90 درجة بس المتخب البلجيك بيحضر نفسه في الكأس العالم في قتر في المجموعة الف يعني حيالعبوش المتخب المغربي وكندا وكرواطيا ومجموعة محترمة حيالعبوش المتخب المصري حيحضر نفسه لد منتخب يعني آآ صوري علشان لمنتخب المصري ما رحش لكأس العالم مزبوط علشان في برشة برشة هو يحضر نفسه مع المتخب عربي يعني نت مع المنتخب المغربي ممكن نفس الأسلوب اللعب سحيح ستشوف نفسه حافظ بالتجربة هتكون مباراة قوية للمنتخب المصري بشيران بشيران جاء في قرنس هتكون زادة كمان التحديد نفسي التحديد لكساعة بعد خمس أيام المنتخب البلجيكي حيبدأ الأول ماتش مع المنتخب الكندي المنتخب بلجيكي عنده دي براين المنتخب مصري عنده محمد صلاح مواجهة انجليزية او بتحدث دائما في الدولة الانجليزية بليفر بول ومانشستر سيتي كيف ترى هذه المواجهة والله كيف اندو دي براين لعب وسط ميدان لعب وسط ميدان مجلومي تفعي مش نفسي ستايز متى محمد صلاح يعني كيف اندو دي براين يعني يجي من وراء في السجل لجوان محمد صلاح يعني كل الكرات بتمر عليه يعني وراء المدافعين محمد صلاح بسرعة بالكوليتي البريبينغ يعني قولنا احنا الفرديات محمد صلاح بيعديت فترة كويسة محمد صلاح ان شاء الله يرد الارتبار للجمهور المصري والفريق للمصري اللي ان شاء الله يربي بعد الفترة هذه يعني يرجعوا ان شاء الله يربي يفوز المنتخب البلجيك المهم المردود يكون كويس وليجبين الروح ترجع للمنتخب المصري ان شاء الله طيب كابت الكريم المنتخب التونسي كيف ترى حظوظه في هذه البطولة وتوقعاتك للمنتخب التونسي والله التوقعات إن شاء الله تكون توقعات إيجابية بعد قولوا نحن الكريتك بتاع الشارع الرياضي التونسي للقايمة الأخيرة للمدرب التونسي فيه يعني كثير يعني استيرابيات علشان في كثير مدافعين وستدعيين في مهجمين قليلين في كثير وسط الميدان يعني بين المدرب حيشوف الخطة التفعية ممكن حيش يلعب خمسة مدافعين طبعا نحن متخب التونسي موجود في مجموعة على الورق صعبة ذات المتخب الفرنسي ذات المتخب التنماركي ذات المتخب الأسترالي حتكون يعني مجموعة صعبة بس كل شيء جايز إن شاء الله بكورة عمنا فيقة في المتخب التونسي إن شاء الله إن شاء الله نحن مرت سنين كثيرة ما عدناش يعني الدور الثاني إن شاء الله تكون هذه مرة في متخب يعني في بلد عرب إن شاء الله نعمل مستوى كويس يليف في الكرة التونسية ولا يليف في الكرة العربية علي معلول والدور اللي بيقوم به مع النادي الأهلي شايفه إزاي ودوره مع المتخب تونس والله علي معلول من أحسن الكفاءات معنا الكفاءات أن يستخر به يعني يلعب في نادي الأهلي كده العسلات التونسي يعني المروض بتاعه يعني ماشي وطالع إن شاء الله كويس يعني في المنتخب الوطني إن شاء الله معلوم إن شاء الله بتخبر بتاعه في إفريقيا إن شاء الله يكون يعني الجهز يكون إن شاء الله بدنياً بهنياً إن حدا نفسه معلوم معاش كيف قبل يعني هو لعب يعني أولونا نحن الليدر بتاع الطريق هو اللي حينشط التنقصة الوجبية ونصدت الدفاعية إن شاء الله حتى في حجارة المدابس مع المتاعبين حيكون بدور أولونا نحن الزهني إن شاء الله يا رب يقدموا كويس إن شاء الله يكون تاع الخير علينا يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جداً كابتن كريم على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات شكراً جزيلاً النجم الكبير كابتن كريم السعدي نجم منتخب تونس وزي ما حضراتكم عارفين واحد من اللاعبين الجيدين مع المنتخب التونسي خلونا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني ومنتخب الجيكا ولكن بعد هذا الفاصل أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى أحمد محمد الصغير بيقولك برشلونة 14 ومحمد بيقولك إحنا ما حطناش برشلونة أساساً حطناش برشلونة أنا ما عليش هو يمكن مش هناخد بعطول يا شباب كل الحاجة اللي حضراتكم أنا هاخد منه كل الأرقام الأول إحنا وصقنا الربعيات اللي اللي قال لي عملها خلال الفترة أو طوال تاريخه لو تقدر والحية لاقت رواجاً كبيراً على السوشال ميديا فخلينا نوثق السوداسيات إحنا وصقنا ربعيات السوداسيات النهاردة بقى في 41 سوداسية 41 سوداسية للأهلي ده على مدار تاريخ النادي الأهلي قدامنا على الشاشة هو 41 سوداسية للنادي الأهلي في جميع البطولات عبر التاريخ سنة 25-26 النادي الأهلي كسب نادي الزمالك 6-0 سنة 28 اللي كسبنا الأولومبي 6-1 بعد كده المختلط الجديد ده برضو كان اسم نادي الزمالك كان كل نادي ليه فرقتين المختلط الجديد 6-1 31 ستانفورد شير 6-1 الإسماعيلي 32 سنة 32 6-0 الترسانة مرتين 6-1 وستة 2 سنة 39 ويونان القاهرات 6-2 سنة 1940 النادي النوبي 6-2 1942 الترسانة 6-1 42 برضو بنسويف 6-2 46 الإسماعيلي 6-0 سنة 50 الترسانة 6-0 سنة 56 الترسانة 6-1 سنة 56 السكة الحديد 6-0 سنة 57 المنصورة 6-1 سنة 58 السكة الحديد 6-1 59 الترسانة 6-3 59 لاتحاد 6-0 63 بنسويف 6-2 نادي مصنع 36 سنة 75 6-0 المينيا 6-0 مصنع 36 برضو سنة 76 طنطة 76 6-0 القلومبي 77 6-0 وسنة 82 ليوبارد سكيني 6-0 سنة 87 سنة 90 المنصورة 6-0 سنة 96 الألمونيوم 6-1 سنة 97 لإسماعيلي 6-0 2000 الترسانة 6-0 2002 الزمالك النتيجة الشعيرة 6-1 2002 المولين العرب 6-2 2004 الكروم 6-1 حضرك كنت متواجد في 2005 فيلا الأوجاندي 6-0 وماتش الإسماعيلي 6-0 الأسست بتاع محمد بركات وعملت أسست واحد ولا اتنين ده واحد واحد عجل خفيفة كده 2005 الاتحاد 6-0 2015 نكمل 2015 طهطة 6-1 2016 الألمونيوم 6-0 2017 النجم السحيلي 6-2 جندر ماري ناشونال بطل النيجر 6-1 ده آخر سوداسية للنادي الأهلي كانت 6-1 في دورة أبطال أفريقيا آخر اتنين كانوا في دورة أبطال أفريقيا فدول ال41 سوداسية للنادي الأهلي في جميع البطلات عبر التاريخ طيب عايزين بقى نتكلم عن أرعة دورة أبطال أفريقيا وشكلها هو طبعا أرعة دورة الأبطال أكيد السنانية دي كابت الإسلام سمع ليه مستويات أربعا طبعا النادي الأهلي كانت العادة هيبقى إن شاء الله في المستوى الأول ومعه الوداد ومعه الترجي ومعه الرجاء المستوى التاني هيكون فيه طبعا النادي الزمالك وبالتالي فيه احتمالية لوقوع النادي الزمالك الأفضل أهلي وزمالك في مجموعة واحدة أم لا؟ مش بخدها بحطة يعني ربما يكون فقل حسن لنادي الأهلي لما زيني الزمالك بيقع معاه في المجموعة بشوفنا كذا بطول نادي الأهلي لما بيقع معه لزمالك بيوتوج باللقب فيه النهاية لكن أنا فوجة نظري أنا بتكلم في الوضع الحالي أه يعني لا يعني فريش أه لا خالص أنا عجبني جدا أسلوب يعني بحب عقلية كولر زي عقلية فيلر زي عقلية جوزين أنا ربما جوزين كان عنده حيث الزكاة في التصريحات المتبارسة الصحفية وأنه يضغط على المنافس أنا بحب اللي هو أنا ألعب في أي وقت ألعب مع أي منافس ألعب تحت أي ظروف أنا بحب العقلية دي لأن أنا بقول أي منافس في القر ما عنديش أدنى مشكلة طبعا مع الحفاظ صبعا على الحقوق لكن أكيد في مساحة للنادي الأهلي إنه هو يقع مع النادي الزمالك للنادي الزمالك في مستوى التاني وطبع يكمل فيه سانداون طب ممكن بس عشان إحنا عملين تقرير عن توقعات الجمهور فالجمهور عكس يحب بمناسبة يعني ريفالت يحب عن هذا الأمر خليتنا نشوف تقرير عن توقعات جمهور الأهلي لهذه القرعة ونرجع نكمل مع كريم محمد يعني أهلا بالزمالك وحدا لك أهلا بالزمالك طيب رأيك برضو يا أحمد في القرعة أنا شايف إن إحنا إن شاء الله دايما بناخد البطولة على مراحل مرحلة ما قابل دور المجموعات مرحلة دور المجموعات مرحلة ما بعد دور المجموعات شايف إن مش بيتوبقى فرق أن أنت تقابل قابلت الزمالك في دور المجموعات أو بعد كده ما بقاش يفرق يعني مش فرق مش هنقض نبص بقى في ناس أصلا النحة التانية بيقول لك أنا بحلم بيك وبيبص على السوشيال ميديا لا إحنا مش هنبص إحنا مبكزين في فرقتنا إن إحنا عايزين نكسب البطولة بغض النظر عن المنافس على فكرة لو هنتكلم تاريخيا إن الزمالك لما بيقع معنا في المجموع النادي الأهلي بياخد البطولة على طول يعني سنة 2008 و2012 و2013 التلات سنين نادي الزمالك كان مع النادي الأهلي في المجموع النادي الأهلي أخد البطولة وسنة 2005 أبنهم في نص النهاية النادي الأهلي أخد البطولة سنة 2020 النادي الأهلي قابل الزمالك في القضية ممكن في النهاية والأهلي أخد البطولة في الخمس مرات فهي ممكن تقول فالحسن آه فالحسن بس نادي الأهلي مش بيفرم عامين لكن انت شايف المستويات بقى سانداونز الزمالك بترؤت لكو حرية الجيني ده المستوى الثاني المستوى الثالث سيمبا شباب بلوزداد شبابة القبائل الهلال السوداني المستوى الرابع فيتا كلوب الكتن الكاميروني المريخ السوداني فيبرز الأوغندي الخلاصة ان الكل بيخشى مواجهة الأهلي صحيح طيب ده المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث والمستوى الرابع لتصفيات الفرد المتحلية لدور الستاشر لدوري أبطال إفريقيا طيب خلينا نطلع فاصل أخير قبل الفاصل يا كريم انت كنت عايز تقولي على حاجة فيما يخص كلام عبدالله السعيد عشان بس اخدت حيث كبير خلال أيام الماضية وحسيت كان فيه يعني فيش حياة كاملة بتتقافي الموضوع فيه حاجات اتناست ودي نقطة مهمة جدا بس سريعا تذكرها سريعا عبدالله طبعا قضى مع النادي الأهلي أيام كويسة وفي وجهة نظر الشخصية لغاية يناير 2018 عبدالله السعيد مكانش عنده أي غلطة يعني انت عندك ستة شهور طبني فيه الأيان ده حقك النادي الأهلي قدملك عرض انت فكرت قلت لأ العرض ده مش مناسبني وفضلنا في مفوضات من شهر يناير افتكي لغاية شهر مارس لغاية لما جي عبدالله في شهر مارس مضى ووجدد مع النادي الأهلي وخلصنا الموضوع بعد كده ظهرت النادي الزمالك طلع العقود اللي مضاها عبدالله السعيد في محاولة الحرق عبدالله السعيد مع النادي الأهلي وطبعا الخطوة دي مسؤول النادي الزمالك وانا عارفين فعلا النادي الأهلي عمر ما يتقبلها ولا جبهين ندي أهلي بنا من ضدنا أهلي انها ممكن تتقبل ان اللاعب بتاعها يمضي وياخد فلوس من النادي المنافس وبعد كده يلعب معها وبالتالي كان قرار أكثر من رائع من ضدنا الأهلي إن هي عرضت عبدالله السعيد للبيع يوم التجديد فاللي عايز أقوله إن الأمر كله كان عند عبدالله عبدالله كان ممكن يكمل معنى الزمالك أنت ماضيت وانتهى الموضوع وكانش حد يلومك وخلصنا وخلصنا خلاص خلص الموضوع عبدالله هو اللي بإيده وبقراره مضى نادي الزمالك وبعد كده مضى نادي الزمالك أي أن كان حد هيقول لي أصله جاله عرض أصل ده أمر تفاوضي اللي بيمضي اللاعب أنت النهاردة ماضيت مع نادي الزمالك كان يجب عليك أنك تحترم تعقودك مع نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير وعنده جبهور كبير خلص أنت ماضيت معهم ربنا يسهلك وربنا يوفقك وانتهى الموضوع توقيعك بعد كده أنك ترجع في كلامك وتمضي نادي الأهلي وقلت عايز تضحك على الاتنين ده أمر صعب جدا كابت إسلام لأن إحنا في عصر شوية الميديا وبصراحة نادي الزمالك في أول ناصية باعك لما أنت برضو بعتهم وأن أنت ماضيت معاهم بعكد جد في كلامك هما برضو باعوك ونشروا الصور عشان يحرقوا كم ممكن فيها نادي الزمالك ما ينشرش الصور والدين يتعدي زي ما حصلت مع نادي أهلي كتير يا ملعيبة من نادي الزمالك ويا ملعيبة من نادي الإسماعيلي ماضوا نادي الأهلي وقبل ما يفعلوا التوقيع ده أو الاتفاق أنا أمعيش إحنا غيان رأينا ممكن نسترد العقود فإندي قال لهم تفضلوا عقودك هاي وارجع خلاص لكن نادي الزمالك تعمد أنه هو يحرج عبدالله الغريب اللي أنا ملاحظه أن عبدالله بيحاول يستميل يستميل جميعين الزمالك أنا مش فاهمها هو حر؟ لا لا مش فاهم غريبة لا أنا الأغرب بالنسبة لي ده صور غريب جدا لا لا بالعكس ده متضحك عليهم لا لا بالعكس ده اللي أنت بتقوله ده أنا الأغرب بالنسبة لي إنه هو عبدالله بيحاول أن يعادي جمهور الأهلي اه مش فاهمها فعلا ليه ده الأغرب بالنسبة لي يعني توقيع إيه اللي قتل منظومة الأهلي خالص خالص بدليل بدليل من الجمهور لا تدد أهلي نفسه جمهور لا تدد أهلي نفسه لما مجلس الإدارة خد قرار بعرض بيع عبدالله السعيد للبيع بعد التجديد ياخابر ابيض كان في تهليل على السوشال ميديا الحمد لله ده قرار سليم فضغطة مهمة ممكن تتحاول عشان المحام بتاعك بيحاول يلعب على الشيء عشان قضية وكل شيء لكن للأسف لازم تبص عبدالله بعد سنين انت هتبعد عن الملاعب وهتبعد عن لعب الكرة مش شيء مش زكي اننا اخسر جماهير كتيرة وغريب انك تلعب على جمهور نادي الزمالك وادارة ومنظومة نادي الزمالك اللي انت بنفسك ما احترمتهمش وما احترمتش توقيعك معاملين الناس جابوا لك 40 مليون جنيه كاش يعني 40 مليون جنيه كاش جابوا هاملك في الشنطة وانت خدتهم وبعد يقولوا لهم يا جماعة والله انا ااسف مش هلعب معاكم فما فهمتش انت ليه تتحاول تلعب على الوطرين بس كنت مهمة جدا جدا ده توضيح كريم لكن انا في النهاية انا عكسك تماما اللي كان الاغرب بالنسبة لي كيف يمكن ان تعادي جمهورين الاهلي بعد قضاء مجهد نظري 3 او 4 سنين انا مش عارف الوقت اللي عبدالله 6 سنوات 6 سنوات في النهاية الاهلي اعتقد عدد كبير 12 بطولة وعدد كبير من البطولات وقضاء الجمهور الاهلي تحديدا انا بكلمش بقى دلقتي على مسؤولين وادارات وكلام ده خالص انا بكلم على جمهور حطك في سابع سماء بالنسبة لي الاغرب ان انت كيف تعادي حتى الامور يعني ما كانش حد بيتكلم اقصد من خلال الفترة اللي فاتت فان عبدالله يقول انه الموضوع ده اتلني او اتلهم في نفس الوقت يقول ان الاهلي بيبحث عن انه هو ازاي ضيع مستقبله مش عارف يعني عموما ده كان الاغرب بالنسبة لي عموما خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نشوف بقى كريم واحمد وهم على الشاشة حيقولون نقيعا منتخب الجيكا ولكن بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين نبدأ مرة اخرى مع كريم واحمد احمد قلنا تشكيل المنتخب البلجيكي اللي هيبدأ ببقى طبعا مع المدرب مارتنيز هما بيلعبوا بالتلاتة اربعة تلاتة دايما طريق لعبهم التلاتة اربعة تلاتة فاصل مارما كورتوا التلاتة اللي وارا فيرتونخن وزينو والدرفيلت الاتنين اللي في وسط الملعب قدامنا التشكيل اهو فيستل وتليمنز والاتنين اللي على الاطراف جراسكو ومونيه واللي قدام طبعا دي بروين وهازرد وباشواي دي طريق لعبهم المتوقع اللي هي هيكون موجودة في كاس العالم تلاتة اربعة تلاتة يمكن هو فكرة تلاتة اربعة بتاعتهم ان دايما توماس مونيه رقم خمستاشر وجراسكو رقم حداشر يعني هما ظاهرين بصيغة جناح والدبروين وهازرد هما اللي بيهجموا في عمك الملعب هات كده الحالات هنباين للناس اول حاجة بس طريقة اللعب وايه فكرة التلاتة اربعة تلاتة بتاعتهم دي وازاي الظاهرين بدايما هما على الورق اجنح قدامنا طريقة اللعب هاي قدامنا تلاتة اللعب اللي احنا اتكلمنا عليهم بس كلمين بقى راس حربة هنا هنا باتشواي باتشواي بردو بس هو طبق شوية بيلعب بعد ما لقاكه مصاب لقاكه مصاب هو لقاكه حيبقى موجود في الساق هو موجود في قايمة حيلحق البطولة في الاخر يعني ممكن يخش من دور الستاشر برضو انها نفس الشكلة واضحة جدا تلاتة اربعة تلاتة بص حدك هنا كاستان وكراسكو هات الصورة اللي فاتت دي ثانية واحدة نفس الشكل ايوقف مين اللي فاتح عرض الملعب ده الظاهرين الظاهرين دايما بتتحول لاجنحة وديبروين والاتنين اللي هم صناع اللعبة من العمق بيعملوا شكل الداونال ده اللي هو الرباعي الاربعة فبتبقى تلاتة اربعة تلاتة فالظاهير هو اللي بيلعب جناح والجناح بيخش الجوة العمق الملعب بيتحول كصنع العاب فهنا الخطورة مهم جدا ان انت شايف الظاهرين عاملين مدين عرض الملعب بشكل كبير يعني فيه خطورة من اطراف وخطورة من العمق لازم الظاهرين سواء المساحة اللي وراء محمد حمدي المزاحة اللي وراء عمر جابر او اكرم توفيق الظاهرين دي هتتعامل معهم ازاي والارتداد الدفاعي بتاعت ريزيجيه وبتاعة محمد صلاح هيبقى عامل ازاي دي نقطة مهمة جدا الحاجة التانية والاخطر كمان بص هنا برضو الشكل الدياجونال الرباعي هنا الكورة ودي التلاتة اربعة تلاتة بتاعت منتخب بلجيكا ودي مونيه ودي جراسكو فاتحين الملعب برضو بنفس الشكل بنفس طريقة اللعب هنا الخطورة بتاعت منتخب بلجيكا في تحركات دي بروين في الزون فورتين والهافز بيس دي بروين هو اهم لعب في منتخب بلجيك طبعا يعتبر احسن صنع العب في العالم دي بروين بص هنا دي بروين ستيفان مونيه دي بروين بيتحرك فين بيتحرك في انصف المساحات ما بين المساك والباك في نفس الكورة بتتلعب له هنا دي بروين بيتحرك في المساحة دايما الخالية دايما المدافعين ما بيوش واخدين باله منه بيجي من الخلف بيتحول كصانع العام من العمق زي ما قلنا والظهير هو اللي بيتحول لي جناع قدي دي بروين بيتحرك في المساحة ما بين المساك والباك ده الجون اللي جابوه الهدف الأخير اليوم في ويلز ومنتخب ويلز بص هنا دي بروين بيعمل بالعرض ليه باتشواي اللي بيتحرك طبعا وجود لوكاكو بيفرق كتير باتشواي برضو مهاجم كويس ولكن مزاي لوكاكو وجود لوكاكو مع الكرات العرضية دي لدي بروين ييفرق كتير ده واحد من اهم المفاتيق دي بروين اخطر سلاح لمنتخب بلجيكا قدام منتخب مصر نكمل برضو هنا الكرة بتتلعب مين اللي زايد مين اللي عطار في اليمين ده وعى الشمال الباكي اليمين والباكي الشمال ومين اللي موجود في العمق دي بروين فين بالزبط في المساحة اللي هي في الزون فورتين عشان كده احنا النهاردة لما نلعب بالل 4-3-3 هيبقى فيه المساحة ولازم واحد يخلي باله من التحرك فين في الزون فورتين ادي نفس الفكرة بالزبط الشوطة المكان اللي بيشوط منه دي بروين اللي هو الزون فورتين اللي حوالين دايرة منطقة الجزاء مهم جدا الركابة على دي بروين في الحتة دي لانه بيسجل منها هدف كتير ودي هدف برضو اخر فيه شباك ويلز قدر يجيب منها هدف دي بروين دي بروين بيقوم بدورين دور التكملة والتحرك في انصف المساحات والزون فورتين والدور التاني انه بيتحول كديب لاين متفلدر يعني صنع العاب من الخلف بص هنا ارجع بالصورة اللي فاتت الاول الصورة اللي فاتت اللي قابلها بص هنا دي بروين بيعمل ايه هنا بينزل تحت استلم ويعمل التمرير الطولي للمهاجم هنا دي بروين مين اللي هياخده من تحت لازم يبقى فيه تعلمات انه هو لما يبقى في وسط الملعب بتاع بلجيكا ولما يبقى في وسط الملعب بتاع منتخب مصر مين اللي هياخده هنا ومين اللي هياخده هنا مين اللي حيقوم بالضغط عليه هنا مثلا لو إمام عشور بدأ مفروض يكون مكلف بركابته تحت حيبقى مثلا حمدي فاتحي أو طريق حامد فده ده مهم جدا لأنه بيعمل التمريرات بالمسطرة بص هنا واحدة قدام منتخب هولندا المطش الأخير برضو ليهم بيوصل المهاجم زي ما قال الكتاب بيضرب صفوف هولندا الأربعة اللي هم التلاتة الدفاع والوسط والهجوم بتمريرة واحدة بص كمل اللابة اللي بعدها وصل المهاجم للجون فريق طريد بروين واحد من أهم المفاتيح لمنتخب بلجيك وطبعا هنا بنتكلم من الناحية التكتيكية ما تتكلمش على الفوارق الفردية من الفوارق الفردية كبيرة ضخمة في فجوة طبعا ما نقدرش سناء واحد أو اتنين يعني أكيد محمد صلاح هو ربما يكون يعني أبرز داعي في منتخب مصر اللي يضرب للافظ مش ربما لا 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 في حاجات طبعا لا وهم نفسهم بيقولوا كده محمد هو الأبرز مش ربما ده هو يقدر ينافس هذا المستوى من اللي يعد الناس برضا كنت تستاند الناس أفاهمة الكورة في التكتيكس وإنك بتعمل تكتيك يعني مقارنة بين فردتين حاجة وفيه فرقات فردية بتفرق يعني مهما تقعد تشرح وتعمل محاضرات فيه فرقات فردية خلاص موضوع منتهي وعشان كده احنا بنقول إن طبعا دي تجربة جيدة لنا لكن مهم جدا 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 إن احنا ننافس واحدة من النقطة نهابها تكالية عن منتخب بلجيكا مش مبارك مصر بس على المونديال هم بيلعبوا تلاتة أربعة تلاتة بقالهم همتخبت مع مرتينيز بقالهم فوق الأربع سنين وفيه عندك جيلة ذهب البلجيك بصراحة بلجيكا يعني نتكالية على منتخب وصل لسيمي فاينل وخد مركز تالت في مونديال فيه 18 وكان نقابا كوسينا وقدنا في وجهة ناضج وهو موشح الأول يورو 20-20 لولا من القرع حطيته فيه مواجهة إيطاليا في أفضل 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 سنة لها بلجيكا في وجهة ناضج في آخر السناتين عندهم بعض المشاكل بسبب طريقة وبطبعا بسبب كمان ارتفاع المعدل العمري للمدافعين لانرفيلد وفيرتونخن اللي اتنين بقوا معدين تلاتين وده بيعلم فيه مشكلة ده ماتش واحد من ماتشات الكارثية لمنتخب بلجيكا اتغلب من منتخب هولندا في دولة أمم أوروبا أربعة وإحدة الهدف ده تعالوا نكيان نبص كابل الإسلام كان بلدنج أب لبلجيكا أصلا ده مش هجمة يعني ايه متحضرة من هولندا لا ده بلدنج أب من عندي بلجيكا الكرة راحت نص ملعب منتخب الهولندي عمل من السيادة لمنتخب بلجيكي قطع الكرة وهوب لو ممكن نعمل سبوتلايت على ديباي اللي هو واقف في الآخر ده الكرة جاتل عطول الكرة قطعت وينبص على المساحة بالزبط هنا وديباي سريعة ده ديباي أول ما جهرة جاتلو خد المساحة مابين اتنين مساكين اللي كانوا غصبا عنهم فرشين الملعب عشان بيعملوا التخضير اللعب فدي واحدة من المشاكل اللي ممكن تواجه بلجيكا مش متخب مصر ممكن تقابلهم قدام يعني المنتخبات الكبيرة في كاس العالم هم أكيد المنتخب ده عنده أمال أنه يحقق ميدالية أو يحقق مركز أفضل من اللي حققه في 2018 ويني تكملت الهجمة وينشوف ان ديباي خد الكرة ويني على طول انفراد ويني قدر أنه يحرز هدف البرناد دي انتهب بالنتيجة قياسية لولندا كسبوا بلجيكا في بلجيكا 4-1 ننتيجة كالك كبيرة جدا وهنا طبعا ديباي بيحرز الهدف واحدة برضو من المشاكل اللي في وجهة نظري مع منتخب بالجيكا في حقبة مارتينيز هو عمق الملعب عمق الملعب بتاعهم عندهم مشكلة كبيرة قوي 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 خصوصا في الهجمات اللي برضو امرتلت الهدف ده هدف اللي نفتكره هدف إيطاليا التاني في مرمى متخب بالجيكا نشوف هنا عمق الملعب بتاع بالجيكا كابتال إسلام الخماسي بيحاول يرجع ما عندوش الصورة زي ما قلت بسبب المعدل عمار العالي ده طبعا دورانزو إنسيني نجي منتخب إيطاليا نشوف مفيش هو بس اتقابل بتلزمان واحد بس مجرد هو روغه انتهى الموضوع وهب حط الارتو على يسار هنا مشكلة كبيرة جدا لعند المتخب بالجيكي في السنوات أخير فوجة نظري بالجيكا فيه 18 كانت أفضل نصفة بموض السنين بدأ عندهم مشكلة في إن هم يوجدوا مدفعين صغيرين في السن ودي مشكلة فوجة نظري هتبقى كبيرة من المتخب البلجيكي في المونديال أبرز النجوم والقيمة التسويقية لبلجيكا منتخب بلجيكي 563 القيمة التسويقية 563 مليون يورو مقابل 137 مليون يورو لمنتخب مصر يعني 137 منهم 120 منهم أكتر من أربع أضعاف أهي دمنا التصنيف منهم 120 محمد هم التاني على العالم معدل الأعمار عندهم 27 و18 أغلى 3 لعيبة كيفين دي بروين 80 مليون يورو أكتر من كده والله والله يستحق أكتر من كده كورتوات 60 مليون يورو لوكاكو 55 طبعا المحققين المركز الثالث في مونديال 2018 عايزين نجو بقى تشكيل منتخب مصر ماشي بس نقول مجموعة بلجيكا في كاس العالم بلجيكا وكرواتيا والمغرب وكندا وطبعا ببارات مصر هم اختاروا مصر للقرب المستوى زي المغر من منتخب المغر ونفس الأجواء تقريبا في كويت هي الأجواء في قطر أسمع من كل واحد فيكو أخيرا يعني في نهاية هذه الحلقة تشكيل منتخبنا الوضع تشكيل المنتخب بعد إصابة مرموش خلي بالك واستدعاء مروان حمدي المتوقع ولا من وجهة نظري من وجهة نظري محمد الشناو طبعا في حراسة المرمى هو بيلعب بالأربعة تلاتة تلاتة روي فيتوريا محمد الشناو في حراسة المرمى أحمد حجازي وأسامة جلال هو المنافسة ما بين أسامة جلال وعلي جابر في الحتة دي بس أعتقد أسامة جلال أفضل مش محمود علال لا لا محمود علال صعب يعني أسامة جلال أو أو علي جابر نيجي ناحية اليمين أكرم توفيق هو الراجل حبب عمر جابر يعني هو الراجل حبب عمر جابر بس أنا شايف أن أكرم توفيق بصراحة محمود يقال محمود يقال كذا حد من المقربين بيقول أن هو أنا شايف أن أكرم توفيق بصراحة أفضل بكتير بس في فرق كبير ما بين عمر وأكرم ومحمد حمدي لصالح أكرم في المركز دي بالذات في المركز دي واضح وخلي باقي عدنا مشكلة في ناحة الشمال المحمد حمدي محمد حمدي الأقرب لأنه هو اللي أخذ في المباراة الودية عني برضو حسين السايب كويس ماشي كويس مع المصري وعمل المستوى كويس نيجي للتلاتة اللي في وسط الملعب طارق حمد حمدي فاتحي إمام عشور ليه حمدي فاتحي مع طارق حمد لأن أنت محتاج 2-6 محتاج 2-6 حمدي فاتحي أقوى في الالتحامات أقوى في الزيادة وطارق حمد في حتة التغطية في العمق في اللي هي المساحة اللي بتحرك فيها دي بروين اللي احنا لسه شرحينها يقدر يفل هلك وحمدي فاتحي يقدر يزيد ويقدر يجيب جون من الضربات الركنية من الراس إمام عشور برضو واحد من الناس الكويسة اللي بتكمل وعنده الزيادة قدام اللي قدام مفيش خلاف على محمد صلاح وعلى تريزيجية ومصطفى محمد آه هي دي الكريم برضو أسمع أنا هو نفس بالضبط نفس التشكيب الروحة بس ربما أنا هاختلف مركز وحيد هو إن أنا ممكن أحط محمد النيني في البداية مكان إمام عشور يعني أخلي إمام عشور ورقة معي يعني أربعة ثلاث ثلاث آه زي ما هي بس ثلاثة بس دي الثلاث تفلات آه يعني أنا هأمن بطريقة أنا متفق جدا جدا مع السابت إنه لازم يأمن محمد فاتح وطريقة حامد يلاق غبار عليها يعني مفيش أي دي تشك فيها بس أنا أحط برضو محمد النيني مايبقاش مجدعفش يعني نعم مايبقاش مجدعفش لا 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 مستحيل تلعب يعني مستحيل تلعب في ماتش زي ده بلاعب بلاي ميكر صريح قدام آآ منتخب كيبيزة لا لازم تلعب بلاعب تمانية ويبقى عنده ناحية دفعية كويسة أنا أحط أنا فوجة نظر أبدأ بالنيني يعني عمر السلائي كان يحل لك المهد آه طبعا ده كان عمر السلائي مش موجود أنا أنا فوجة نظر أحط محمد النيني ومام عشوري بقى معي ورقة أنزل بيها ممكن في الشؤون مايبقاش أحمد سيد زيزو مثلا نعم مايبقاش أحمد سيد زيزو ما هو زيزو زيزو بيدافع كويس بيهاجم كويس زيزو خطورته دايما على الأطراف أوكي خطورة زيزو بتقليه كتير قوي لما بتلعبه في العمق سهل انك تترائب وسهل انه يبسك زيزو قوته فعل على الأطراف وفعل حظ فوجة نظر حظ زيزو العثر في الحقبة دي أنه هو جاي في زمن محمد صلاح هي دي فعلا المشكلة أو طبعا حتى برضه لو أفكر إيه إلزيزو على الناحية الوسرى برضه معاه تريزيجي محمود حمادة محمود حمادة واحد من الناس اللي هو مقتنع بيها نعم مش هيبدأ صعب محمود حمادة كمان دفاعيا أعتقد هو مقتنع بعمر جابر جدا أنا بقول إلزيزو إلزيزو هو الأقرى في ناحية دفاعية والهجوم بيدافع كويس وبيهاجم كويس سوى على الأطراف هو هيلعب منتخب أصلا بيلعب كمانات 4-4-3 يعني أصلا طورة بلجيكا يعني لو خبناها نسب نسب هتلاقي نسب على الأطراف أكتر من العمق وحتى دي برويدا لما بيلعب التامية الطولية بيلعبها على الطرف على الطرف برضه يعني لو تفكر برضه يعني حدق برضه أنا معاش مصر على هذا النهاردة ليه هدف نادي الأهلي الأول في الإسماعيلي في ماتشة 0 2006 لما أنت لعبت التمريرة العكسية أنت لعبها يعني ده زي أسست بزيط نفس الفكرة أنت تلعبها للاقي بيجمع الطرف وعطاق السعادة برضه للاقي كان بيلعب 3-4-3 آآ آآ 3-4-3 طبعا خطر جدا 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 أن أنت يبقى عندك 2 جلاحات قدام منتخب زي ما يدفعوش أنه مش هيرجع الفول باك اللي وراه عايجيب جول يا خبرا عايخدوا الكرة يروح بقى للجول لا يتحبوا على واحد صحيح المنتخب بيجيكي ممكن يعمل تريانجل على الطرف على فول باك واحد أنت تساعدتها كمان في الطريقة دي بتجبر واحد من خط الوسط أنه يجنح ويساعد شوية مع الجناح ومع الفول باك عشان ما يتمش زيادة عددية عليك عموما نتمنى يا رب كل التوفير منتخبنا الوطني أنا بشكركم جدا على وجودكم شكرا جزيلا كريم شكرا جزيلا يا أحمد أنا بشكر حضرتكم شكرا جزيلا غدا حلقة جديدة من البيت كريم